ألم بكم إلى هذه الجولة الإخبارية نبدأها من دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أرجعت الإمارات للمرة الثانية بسبب الأحوال الجوية إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ إلى موعد جديد لم يعلن عنه في مهمة عربية غير مسبوقة لاستكشاف الكوكب الأحمر وأعلنت وكالات الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركات متسوبيشي للصناعات الثقيلة أنه بعد اجتماعات مكثفة نظرا لاستمرار اضطراب الأحوال الجوية في مكان أو مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمر تقرر تأجيل إطلاق هذا المسبار في أول مهمة عربية استكشاف المريخ من تاريخ السبع عشر من يوليو إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري سيتم الإعلان عن هذا الموعد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى خبر آخر فقد هددت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات ولسيمة مصرفية على مسؤولين الصينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ وأضفت أن بكين تدين بشدة القانون الأمريكي وتعتبره تدخلا سافرا في شؤون هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين وأتى البيان الصيني بعيد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنه وقع قانونا أقره الكونغرس ويجيز فرض عقوبات مصرفية بالخصوص على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس مهتما بالمحادثات مع الصين بشأن اتفاق المرحلة الثانية للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز التلفزيونية جاءت هذه التصريحات وقد أضاف أنه تم إبرام اتفاق تجاري عظيم مشيرا إلى اتفاق المرحلة الأولى الذي وقعه البلدان في يناير كنون الثاني وبمجرد إتمام الاتفاق هذه التصريحة على لسان دونالد ترامب بينما لم يكن الحبر قد جفة فأنهما صفعون بالوباء بإشارة إلى فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في ودينة وهان الصينية إلى العاصمة اليابانية توكيو فقد ذكرت أنها سوف ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت حالات الإصابة اليومية مئتي حالة في الأيام الأربع الأخيرة وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة وقالت السلطات أن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلا أن عدو فيروس كورونا تنتشر بشكل كبير على الأرجح سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بحسب ببيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا والولايات المتحدة هي الدولة التي بات الجميع يعرف أنها المرتبة الأولى في عدد الإصابات حول العالم حتى الآن بلغ عدد الإصابات في أمريكا ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف مليون شخص أكثر من ثلاثة مليون شخص مصابون بهذا الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن في داتسيا قال روبرت ريد فيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والبقايا أنه إذا وضع جميع الأمريكيين الكمامة فأنه من الممكن السيطرة على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع جاءت هذه التصريحات في مقابلة لمدير المراكز الأمريكية على الإنترنت مع دورية الجمعية الطبية الأمريكية جامع هذه نهاية جولة الإخبارية لمعرفة المزيد من التفاصيل تابعونا على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر